موسيقى اهلا اعزائنا مشاهدين في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح له كل المجد هذه الحلقة بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية برنامج ليكن نور وحديثنا اليوم في غاية الاهمية كلمنا الله وكيف يتكلم الله كيف يتواصل الله مع الانسان وما هي الرسالة التي يكلم بها الانسان وما هي الطرق والوسائل المتنوعة او المتعددة اللي الله بيتواصل او بيكلم فيها مع الانسان انا بشجعكم تشاهدوا هذه الحلقة رح نلقي الضوء على موضوع في غاية الاهمية الله يتكلم ولكن ايضا الله يتكلم من خلال او يعلن من خلال الابن وهذا طبعا يقودنا اذا عندك اي سؤال او اي مداخلة او اي استفسار منرحب بكل مداخلاتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اهلا احبانا مشاهدينا في كل مكان حديثنا في هذه الحلقة مأخوذ من الرسالة الى العبرانيين الاصاح الأول وبنعمة الرب رح اقرأ اول اربع ايات من هذه الرسالة ولكن قبل ما ابتدأ بالرسالة بحب اقدم مش ضيف هو فعلا يعني صديق واخ عزيز وكان معنا في الماضي دكتور اسامة عاطف دكتور اسامة هو من مصر وحاليا بزور معنا في الاستوريا هو خادم للانجيل رجل الله ومعلم للكتاب المقدس وحبينا نستفيد من فترة وجوده معنا في الاستوديو حتى نتناول موضوع في غاية الاهمية اخ اسامة اهلا وسهلا فيك اهلا بك واهلا بكل المشاهدين احنا فرحانينك تكون معنا وانا فرحان جدا لي اشوفك معنا طبعا يعني متل ما اتفقنا على موضوع الحلقة انا بحب اقرأ بعض الايات وبعدين عندي بعض الاسئلة بحب اوجهها لحضرتك حتى نتوسع اكتر في هذا الموضوع وطبعا القراءة هي من الرسالة الى العبرانيين من الصحاح الاول رح ابتدئ من الاية الاولى الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الايام الاخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به ايضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظم في الاعالي صائرا اعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما افضل منهم يبارك لنا الرب كلماته على ما سمعنا واو ايات قليلة اخ عاطف ولكن تتحدث عن جوهر الانجيل الله بعدما كلم الاباء بالانبياء بانواع وطرق كثيرة كلمنا كلمنا في ابنه فاذا اذا ممكن تشاركنا في هذا المضوع في البداية خلفي عن هذه الايات خلفي عن هذه الايات الله يحب ان يتكلم مع الجنث البشر خلق الانسان للذاته وعلشان يكون في علاقة معاه وبالتالي هو في حديث مع الانسان الله اعلن عن ذاته من خلال هذه الخليقة البديعة الثموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه فكل اللي عمله علشان يعلن للانسان قد ايه هو قدير قد ايه هو حكيم لكن كمان لم يكتفي بالاعلان العام من خلال الخليقة لكن بدأ يكلمنا من خلال الانبياء واقوال الانبياء مثجلة بالوحي فيقول لنا بطرث في رثالته التانية اصحاح واحد انه كتب اناس الله القدسون مثوقين من الروح القدس فالله هنا بيعلن لنا انه بعد ما يكلم الاباء بالانبياء وهذه الكتب النبوية موجودة علشان تعلن لنا من هو الله من هو الله في محبته من هو الله في علاقته مع المؤمنين يقول لنا انه كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيرة انواع يعني اعلانات جزئية فما فيش نبي ادى اعلان كامل عن الله هنشوف الاعلان الكامل كان من خلال شخص ربنا يثقى المسيح وقبل ما ابتدي طبعا نوصل للمحور لموضوعنا في هذه الحلقة يعني الله موجود قبل الوجود نعم الله يتكلم مش ابتدى يتكلم بعد ما خلق الملائكة او خلق ادم ولكن الله ناطق حتى قبل الوجود فكيف نفسر هذا لو كان الله واحد وحدة مجردة وحدانية مطلقة لا يوجد فيها اقانيم لكان الله في الابل في حالة من الثمت المطبق وبعد ما خلق الكون وخلق الانسان ابتدى يتكلم معاه وذا يبقى حصل تغيير فالله لم يكن ناطق لم يكن متكلم واصبح متكلم هذا لا نقر به في مسيحياتنا نعلن ان الله واحد نعم انت تؤمن ان الله واحد حسنا تفعل لكن هذه الوحدانية وحدانية جامعة فنحن نؤمن بان الله الواحد في جوهره ثلوث في اقانيمه ولانه ثلوث في اقانيمه فبين اقانيم اللهوت الثلاث المحبة والمشورات منذ الأذل والحوار المتبادل منذ الأذل فنعلم عن مقاثد الله الأذلية ونعلم عن مشورات الأذل فالآب والابن والروح القدس كان بينهم ومذال من الأذل وإلى الأبد المحبة والتكلم وبالتالي لم يتغير الله في طبيعته لأن الله لابد أن يكون منذعا أن يتغيير ليس فيه تغيير وإنت بتتكلم تذكرت الآية في بشارة يحنى الإصحاح الثامن الرب يسوع قال أنا من البدء أكلمكم نعم يعني كان بيتكلم حتى قبل ما يتكلم يعني أو يتكلم عنه في هذا الإصحاح طبعا يعني الكاتب إلى العبرانيين عم بيحاول يبرهن شيء من خلال الكلمات الظاهر أنه مؤمنين اللي هم العبرانيين عم بيتساءلوا هذا طبعا نستشف الحديث من خلال الإصحاحات ما بعد هذا الإصحاح أنه عم بيمروا في اضطهاد عم بيشجعهم وعم بيظهر سمو ورفعت وتفوق يسوع المسيح على كل شيء على الأنبياء على الملائكة على موسى على الذبيحة على هيكة على الكاهن إلى آخره يعني تفوق في كل شيء وهون بيتكلم أن الله كان بيتكلم مع الأنبياء ولكن عندما وصل إلى يسوع نشوف صيغة الكلام بيتغير وطبيعة الكلام عم بيتغير ولكن السؤال الأول يعني كيف يتواصل الله كيف كان الله بيتكلم أنت ذكرت بأنواع وبعدين قلت مش بالكامل كان بيعطي أجزاء من الوحي فأعطينا فكرة أكتر عن هذا الموضوع أمين بيقول لنا الله بعد ما تكلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة عايزة فرق بين كلمة بأنواع وكلمة طرق بأنواع زي ما حضرتك تفضلت وقلت إنها أجزاء بمعنى أنه مثلا ما فيش نبي إدانا كل الإعلان الكامل عن الله وما فيش نبي تنبأ عن كل النبوات اللي هتتحقق في شخص المسيح يعني أشعية يقول لنا أنه هيولد من عذرق بس ما يقول لنا هيتولد فين لكن ميخال مرشتي يقول لنا وأنت يا بيت لحم يهوذة وأنت طغيرة أنت كوني بين ألوف يهوذة بيكلمنا عن مكان ميلاد المسيح سفر ميخة صحاح خمسة أي اتنين مضبوط نبوة هوشع بتوضيف جزء آخر عن شخص المسيح وتقول لنا أنه لابد له من الذهاب إلى مصر وبيقول من مصر دعوت ابني اللي بيقتبثها متى علشان يقول لنا ده ما يقيل بالأنبياء وهكذا تلاقي ما فيش نبي إدى كل التفاصيل لكن كل نبي كان معاه جزء من الوحي لكن كل الوحي في النهاية من التكوين لملاخي لو هنتكلم عن أطفال العهد القديم المقصود بالأنبياء هنا أنبياء العهد القديم كلمونا بأنواع فيه كمان حاجة اسمها طرق يعني مش كل نبي كان الله بيعلن له بنفس الطريقة فيه واحد زي موثى كان بيكلم الله كما يكلم الرجل صاحبه وفيه أنبياء بالرؤية لما نشوف مثلا رؤى حظ قيال وذكرية فنلاقي فيه أنبياء بيعلن لهم بالرؤية فيه طريقة أخرى أنه بتكون قصة حياة النبي هي في حد ذات هنبو لما نشوف يونان في بطن الحوت والحقيقة رب بيقول لنا كما كان يونان في بطن الحوت ثلاث أيام وثلاث ليالي هكذا نبغي أن يكون ابن الإنسان في بطن الأرض الثلاث أيام والثلاث ليالي فالقصة نفتها هي النبو هكذا هوشع في ارتباطه بامرأة صاحبة الصاحب والمحبة الكبيرة لهوشع نحو ذوجاته رغم عدم استحققها رغم خيانتها بنشوف مثل رائع للنعمة ولمحبة الله المغيرة فدي كلها طرق مختلفة من نبي لنبي يعني كمان عاوز بعد إذنك أضيف شيء لأنه كتير للأسف للأسف كتير بهاجمه الكتاب المقدس بهاجمه كلمة الله إنه من خلال هذه الأنواع والطرق اللي بتتكلم عنها يعني منشوف الصورة المتكاملة للوحي المقدس وأنه هذه النبوات والأنبياء اللي ذكرتهم يعني فيه فترة زمنية يعني أكثر من 1500 سنة الوحي وكتبوا بطرق وبأماكن عديدة وما فيش حد بناقض التاني ولكن كل نبوة بتكمل النبوة الأخرى حتى تشوف الصورة المتكاملة عن شخص ربنا يسوع المسيح أليس هذا المقصود طبعا؟ أعتقد أنه لو كان من عند غير الله وجدنا فيه اختلافا كثير فكله بكمل بعض يعني فيه تناغم فيه تناصق فيه انسجام بكلمة الله وفيه تدرك في الإعلان نعم يعني مثلا مع آدم يقول لنا الوحي أنه صنع الرب أقمث من كلت يجي هبيل يؤمن بأنه هي دي طريقة الله للحصول على البر فيقدم بالإيمان ذبيح قيين بيرفض طرق الله لأنه من الشرير طب نفهم أنه لازم يكون فيه ذبيحة لحد ما بنوصل لإبراهيم وبنفهم أنه الذبيحة دي مش كافي أنها تكون من الزبائح الحيوانية لأن لا يمكن أن دم الثيران وثيوث زي ما بنشوف في الثالث العبرانيين يرفع خطايا فالذبيحة لا يمكن بأي حال من الأحوال عن أن تقل عن كائن بشري فبيقول له خذ ابنك إثحاق وحيدك الذي تحبه إثعيضه محرقة ويثر على المكان أحد الجبال الذي يؤليك وهو جبل المرية اللي هو بعينه قبل الجلجثة فبنبث نلاقي الإعلان تدريكي خلينا أرجع للآية الأولى الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة لاحظ أنه الله تكلم من خلال الأنبياء نعم وذكرت أنت شوي عن أنواع وذكرت طرق نعم فلو حبين نجزئ الثلاث كلمات إيه الرسالة اللي ممكن نفهمها من خلال هذه الآية وين عاوز يوصل بالموضوع في أنبياء وفي أنواع وفي طرق عايز يوصل للمسيح لأنه الرب له كل المعجد سواء مع تلميذية عمواث بعد قياماته أو مع التلميذ في العلية أراهم جميع ما هو مكتوب عنه في نموث موسى والمذامير والأنبياء إذن الكتاب من ضمن صحة وحيه أنه بيتناول موضوع واحد من ضمن إعجاز هذه الكلمة وحدة الموضوع فمش واحد بيكلمني عن أمر والتاني بيكلمني عن أمر مختلف تماما لكن كل الكتاب هو موضوع ابن الله في الرموذ في النبوات في مشاعره حتى بنقرأ عن مشاعر المسيح كثيرا في ثفر المذامير كيف أنه توكل على الله بكل قلب وكيف أنه لم يصنع شيئا لنفسه كيف طرق من الله في ثعات الظلمة الرهيبة كل ذا بنلقى في هذه الكلمة فهذا الكتاب الموحى به من الله موضوع يكاد يكون الوحيد هو ابن الله الوحيد الأنبياء طبعا في العهد القديم إحنا المؤول الله تكلم أو كما ذكرت الآية في رسالة بطرس كتبه وناس الله القديسون مصوحين من الروح القدس طبعا لما بنجي لعبرانيين 11 بيتكلم عن سحابة الشهود بيتكلم عن أبطال الإيمان ولكن كتير من هؤلاء الأنبياء أو رجال الله اللي الله تعامل معهم وتواصل من خلالهم ما هم يعني مش ناس كاملين فكيف تفسر هذا لأنه دايما يعني بيسألون يعني الكامل فقط هو يسوع المسيح فكيف ممكن يعني نخلي الأمر متوازن بين الأنبياء وبين الرسالة من خلال يسوع المسيح نعم الكتاب لا ينادي بعثمة الأنبياء فالأنبياء هم بشر نعم والكتاب يحلنتك بوضوح حتى عندما يتكلم عن أعظم الأنبياء يعني إلي مثلا النبي فوق العادة يكفي أنه أصعظه حيا في مركبة لكن لما يجي يتكلم عنه الكتاب في الرسالة يعقوب يقول لي مش كان إلي نبيا ناريا كان إلي لا كان إلي إنسانا تحت الألام مثلنا هذا النبي ورغم أنه صعد بالعاصفة لكن برضو طلب الموت لنفسه يعني بعد شوي لما تحدد بالذب قبلها طلب الموت لنفسه وخاف من إذابل ويعني وصل إلى مرحلة من الخوف والرعب اللي فيها أصغر مؤمن مننا يقول له فين إيمانك كيف الأنبياء موسى أخطأ عندما وصف الشعب بالمرضة وعندما درب الثخرة بعد ما الرب قال له كلمها هارون أخطأ كل الأنبياء أخطأوا داود سليمان أخطأ سليمان لكن عندما كانوا يكتبون هذا الكتاب مصتوقين من الروح القدس كان الروح القدس بيوجه الكلمات ويختارها بعناية نحن لا نؤمن بوحيا إملائيا الوحي الإملائي فيه أن الله بيلغي الشخص ويتعمله كألا كتبة والحقيقة دا لا حصل في العهد القديم ولا في العهد الجديد وعلشان كده لما تقرأ كتابات بوليث تلقاها مختلفة عن كتابات بوتروث التعبيرات اللي بيستخدمها يوحنى خاصة بيوحنى أكتر ما نكلمنا عن النور أكتر ما نكلمنا عن المحبة أكتر ما نكلمنا عن الحياة الأبدية فكل إناء من آنية الوحي له شخصياته له تعبيراته لكن هل معنى أنه الإناء دا غير معصوم من الخطأ أن اللي كاتبوا فيه خطأ لا هنا بقى في حالة خاصة من ثيادة الروح القدس على إناء الوحي بحيث لما يكتب يكون هو دا بالضبط اللي الله عايز يوثله لنا وهل ممكن الله يوثل لنا حاجة غلط فلما حد يقول لك إن الكتاب دا فيه أخطاء تاريخية أخطاء جغرافية أقول لك حسب كتب أناس الله القدسون مصوقين من الروح القدس فالكاتب الأصلي هو الروح القدس الروح القدس إقنوم إلهي معصوم من الخطأ النبي غير معصوم من الخطأ لكن الروح القدس المؤلف الحقيقي لهذا الكتاب معصوم من الخطأ وطبعا الآية واضحة يعني بيتكلم عن حتمية الكلام وحتمية الوحي عندما يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء مفش يعني الله هو يعني من ناحية أخرى نستطيع أن نقول إنه الأنبياء كانوا أداة نعم في يد الله نعم أمين أمين طيب فإذن بدنا نوخد فاصل قصير فد بعدين نرجع نكمل الموضوع إخوتي وأخواتي بصلي من كل قلبي على فكرة احنا عم نوخد بس يعني المضاق ولكن عندما كنت أتحدث مع دكتور أسامة عاطف بصراحة كل كلمة بتحتاج إلى حلقة ولكن التشديد هنا إنه الله يتكلم كلمنا ومازال يتكلم ولكن كل الغرض هو يسوع المسيح سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا أعزائنا مشاهدينا كلمنا الله أو الله كلمنا وهذا بس ترجعني لبشارة يحنى اللي بيبتدأ إنجيله في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله إلى آخر سفر وهو سفر الرؤية ونشوف كلام يسوع المسيح نفسه عندما قال أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر أنا هو الألف والياء برضو دي يعني بتتكلم عن لغة بتتكلم عن أحرف بتتكلم عن تواصل ولكن أعتقد إنه الله مش بس بكلمنا من خلال اللغة والتواصل ولكن بساطة وعن بساطة وعن يعني غير مقصودة لكن أعتقد مش المقصود هون الوحي إذا ممكن توضح لنا بس الفكرة الفكرة إنه الله بيقودنا نعم بيقودنا من خلال روح القدوث بيقودنا من خلال فهم الكلمة بيقودنا من خلال الأحداث وانتجامها الذين ينقذون بروح الله أولئك هم أبناء الله بهذه الطريقة الله يتكلم إلينا يقودنا لكن مش عن طريق إنه بيوحي إلى أحد مننا بإنه يعمل إيه أو ما يعملش إيه يعني حاليا ما فيش رثل وأنبياء لأنه رثل والأنبياء كان مطلوب منهم يضعوا الأثاث ولا يمكن لأحد أن يضع أثاثا آخر غير الذي وضع الذي هو يثوع المسيح حاليا في مبشرين في رعا في معلمين في مؤمنين يثكن فيهم الروح القدس ويتواثل الله معهم ويقودهم لكن مش بالشكل اللي بتكلم عنه كاتب العبرانين طبعا الوحي ولكن أي شيء نتكلم إذا الله كلمني في شيء لازم يكون مبني مؤسس على كلمة الله متوافق على الكلمة لأن الله غير متناقض مع ذاته مليون في المية فإذن متفقين في هذا الموضوع نعم ولحظت أنا في يعني في رسالة العبرانيين عم بيتكلم طبعا زي بيبني يعني زي بيبني كسلم حتى يوصلنا إلى كمال الإعلان نعم ويعني أعتقد كمان نهاية الإعلان لأنه لا إعلان بعد يسوع المسيح لو في إعلان بعد يسوع لقولنا هذا كفر وضد كلمة الله وضد هوية يسوع المسيح نعم كلمنا بالأنبياء بأنواع وطرق مختلفة عديدة مثل ما ذكرت ولكن نشوف اللغة بتتغير كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه نعم ما هو المقصود؟ كان الإعلان في الإبن إعلانا كاملا لم يتكلم بأجذاء لكنه كشف لنا كل مقاصد الله وده اللي بنلاقيه في يحن وحد لما بيقول لنا الله لم يره أحد قط إله محتجب الإبن الوحيد الذي هو في حدن الآب هو خبر هو خبر هو كشف هو أعلن هو أعلن الإعلان الكامل والتام والنهائي وهنا عايزة أقول أنه الله أرثى الإبن وبنقرأ كثير عن هذه الإرثالية أنه في ملء الزمان الله أرثى الإبن مولودا من أمرأة مولودا تحت النموذ فنحن بنعرف أنه الله أرثى الإبن وبالتالي هذا الإبن من ناحية هو رسول الله لألا حد يفكر أنه هذا الإبن ليس هو الله متجثدا هو الله نعم لكن من ضمن وظائفه بعدما قبل الإرثالية وده برضو بنشوفه متوافق مع أقوال الأنبياء فبنقرأ في أشعية الله يقول من أرثل ومن يذهب من أجلنا وبروح النبو ونث مع قول ربها أنا ذا فأرثل وعلشان كده الرثل في العهد الجديد والأنبياء في العهد الجديد لأنه دائما كان فيه أنبياء في العهد القديم ففيه رثل وأنبياء العهد الجديد أعطى البعض أن يكونوا رثلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين ولا واحد من هؤلاء الرثل يقال عنه رثول الله لأن الله أرثل ابنه وأعلن الإعلان الكامل لكنهم لأم رثل المسيح يعني بطرس يقول سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله بولث في رسالة طيطس يقل لنا عن نفسه يقدم لنا نفسه بولث مش عبد الله ورسوله لكن يقل لنا بولث عبد الله ورسول يسوع المسيح فكل الرسل الرسل المسيح الله أعلن الإعلان الكامل عن نفسه في هذا الإبن المجيد المبارك اللي هو موضوع كل الكتاب من التكوين للرؤية أنا ليش بسأل يعني كتير مرات من أحباءنا المسلمين بيبعتوا مثلا آية مختصرة أو مقتصرة ولكن بيكملش الآية فمنشوف دائما بيستخدم مثلا الآية في يحنى 17 آية 3 وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته بقول لك شفت يسوعا بيعترف بيقول لك أنا رسول هو طبعا عدة مرات قال كما يعني في إنجيل يوحانا ولكن قال للتلاميذ في العلية بعد القيامة كما أرسلني الآب أرسلكم أنا فيعني إحنا نؤمن أنه طبعا هو أرسل من عند الله ولكن بنهمل الآية اللي على طول يعني العمل الذي أعطيتني قد أكملته آية 5 والآن مجدني أيها الآب بالمجد الذي كان لي عندك طب الكون العالم فلماذا نقتبس آية وبدون ما أن نكمل الآية الأخرى حتى تعطي الموضوع متكامل الموضوع متكامل اليهود اللي كانوا في أيام المسيح هنا على الأرض لم يخفقوا إطلاقا في فهم أقوال الرب يسوع هو أعلن عن لهوته وعلشان كذا أرادوا اليهود في أكثر من مرة أن يقتلوها أو يرجموه نعم لأنه قال أن الله أبوه معاذل النفث بالله فهو أعلن عنه من روحه أنه هو الله مش بث لما قال أن الله أبوه لكن لما عمل أعمال الله الثيادي ومن ضمن أعمال الله الثيادي مغفرة الخطايا فيقول للمفلوج مغفورة لك خطاياك فالفرسين يتكلموا فيما بينهم من؟ هو هذا الذي يتكلم بتجديد من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده فيعلن شخص ربنا يسوع ليهم أنه هو كلي العلم فعرف أفكارهم وقلوبهم وأنه كلي القدرة فأقام المفلوج علشان يبرهن لهم على أنه له الثلطان له فران الخطايا وبالتالي هو الله هم فهموا هذه الحقيقة تماما ولأجل هذا ثلبوه وحقيقة حتى في العهل الجديد يتكلم عن هوية يسوع أن يسوع هو الذي أرسل الأنبياء ويسوع هو الذي أرسل الروح القدس والمسيح هو الذي أرسل التلاميذ الرسل والذي يرسل فإذن له السلطان يتكلم عن لهوتة أو ألوهته المباركة خلينا نرجع للآية نفسها كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه يعني هون نشوف أنه تكلم بالأنبياء ولكن قمة الإعلان جلال هذا الإعلان هو الإبن إيه اللي ممكن نتعلم من خلال الإعلان من خلال الإبن؟ تفضل الله هنا الروح قدس أفود أول ما كان الكلام عن الإبن الروح قدس أفود الحقيقة مش في الفقرة فقط اللي احنا بنقراها يمكن الفقرة اللي احنا بنقراها فيها ثبع أمور مختصة بالإبن لكن الرسالة كلها بتكلمنا عن تفوق الإبن كما حضرتك أشرت عن عظمة الإبن قد إيه هو أفضل من الملائكة قد إيه هو أفضل من موسى قد إيه هو أفضل من يشوع قد إيه هو أعظم من الكهنة فالرسالة كلها موضوعها تفوق الإبن لكن في الآيات اللي حضرتك قرأتها في بداية حلقتنا بنشوف فيها ثبع أمور مختصة بالإبن أول هذه الأمور أنه هذا الإبن ابن الله وارثا لكل شيء جعله وارثا لكل شيء والحقيقة أنه هو بنشوفه في هذه الكلمة ابن إبراهيم ابن داود ابن الإنسان لكنه هنا بيقدم فيه الثالث العبرانيين باعتباره ابن الله فهو ابن إبراهيم وارث الأرض ابن داود وارث العرش ابن الإنسان وارث وثيذ على هذه الخليقة كلها لكن باعتباره ابن الله أي شيء ليس تحت الثيادته أي شيء ليس تحت الثلطانه كل الملائكة والرؤثاء والقوات والخليقة العجماء كل ما في الكون هو ميراث لهذا الابن اللي بنسمع قول الله ليه في مضمور اتنين اثقلني فأعطيك الأمم ميراثا أقاث الأرض ملكا لك فهو الوارث لكل شيء يعني عم أفكر عندما جرب إبليس يسوع المسيح أعطيك ممالك هذه الأرض يعني عم بيتواقح على يسوع المسيح نعم وهو هياخد هذه الثيادة وهياخد الملك الذي له على الكمية حقه صارت ممالك الأرض للرب ومسيحي نعم ودانيال بيتكلم عن ملك لا ينقرد ملك لا يزول إلى الأبد إلى الأبد آمين فإذا انت تكلمت عن سبعية وأنا لما بسمع كلمة سبعية على طول خلاص بيخدني الموضوع بالشكل التسلسل فأولاً أنت ذكرت الوارث يعني فهي عند أحبائنا بالمناسبة ذا إثم من أثماء الله من أثماء الله الوارث هل ممكن أقول إنها واحدة من أثماء الله يعني كمسيحيين نعم هو الوارث هو الوارث وهذا شرعي لإله من حقه طبعاً ولأنه أكمل العمل بجدارة مش بس هو يعني ابن الله الأزل ولكن كالابن اللي تمم الفداء ووفى مطالب الله أو ووفى العدالة فيحق هذا من شرعيته لكن الأمر عندنا ما فيهوش التباث لأنه الوارث دا لازم يكون ابن هو لو مش ابن مش هيكون وارث بس عاورة اللي بيورث يعني عالة أنا بورث بعد ما حد موت إذا الوالد مات بورث أبوي فكيف يعني المسيح مات بس أخاف إنه نحط حالنا في إشكالات لا طبعاً لأنه إحنا عاوزين نقول إنه لما بنقول الله إحنا بنقول الله فيه ثلاث أقنام الآب والإبن والحقود لما بيكون الكلام عن الآب فإحنا بنخفص الكلام عن أقنوم إلهي لكن هنا الكلام عن ابن الله عن شخص ربنا يفعل المسيح هو وارث لكل شيء طبعاً يعني هون بيقولنا للكلمة التانية الذي جعلها وارثاً لكل شيء الذي به عمل العالمين أيضاً ودي النقطة التانية التانية نعم ولا التالتي التانية هو الوارث الذي جعله وارثاً لكل شيء تاني حاجة يقول الذي به أيضاً عمل العالمين وهنا بشوفه الخالق ومهم جداً إننا نعرف إنه الخلق واحد من ضمن الأعمال والأفعال الإلهية فليث من دون الله من لديه القدرة على أن يخلق وهنا بنشوفه مش خلق بمعنى كلمة صنع من مادة خام لأنه ممكن أي حد يعمل لوحة جميلة بس هل يعمل لوحة جميلة من عدم ولا لازم يكون عنده فرخ من الورق أو قطعة من القماش وعنده ألوان أو على الأقل قلم واحد علشان خاطر يعمل لوحة فمحدش بيصنع من العدم لكن شخص ربنا يثوع الذي يقال عنه به خلق العالمين هو خلق كل شيء ومن العدم فالخالق هو الله لأنه عم بسترجع بالآية اللي بسفر الأمثال صاح 8 بيتكلم كنت عنده صانعاً نعم لكن هو بيخلق من العدم وبرضه بيخلق من مادة موجودة بشكلها وبيعملها يعني مفيش مشكلة مفيش مشكلة لكن كاتب العبرانيين لما بيقول لنا في أفحاح 11 لحضرتك أشرت عليه بيقول بالإيمان نفهم أن العالمين اتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر يعني لم يتخدم أمور ظاهرة أو مرئية لكي يخلق العالم المرئي لكن بالإيمان نفهم أن العالمين اتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر حقيقة مش بث كاتب العبرانيين بيقدمنا الرب باعتباره الخالق لكن يوحنى في الإنجيل اللي حضرتك أشرت إلى الأفحاح الأول منه يقول لنا عن الابن باعتباره الخالق كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان بولث في رثالة كلوثي بيكلمنا عن هذا الابن الذي فيه خلق الكل أنا بقول فإنه فيه خلق الكل نعم يعني بوضح أكثر ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشاً أم سيادات أم رئيسات أم سلطين الكل به وله قد خلق نعم ما بواقفش هون الذي هو قبل كل شيء نعم أذلي قبل كل شيء أذلي وفيه يقوم الكل وفيه يقوم يعني مش بس خلق إنه كل شيء متماسك من خلال الكلمة وده اللي هنشوفه هنا برده لما بيقول هل حامل لكل الأشياء بكلمة قدرته لما هنوصل لهذه الجذئية هنعرف إنه فيه يقوم الكل على طول إحنا ماشيين بالتسلسل بعدين الذي وهو بهاء مجده نعم إذا ممكن توضحن هاي الفكرة المسيح هو بهاء مجده الله بمعنى هو الكاشف والمعلن لكل مجده الله يعني مثلاً أنت بنعرف الشمس لكن بنعرف الشمس إنها مضيئة لأنه أشعة الشمس مضيئة بنعرف الشمس إنها ثاخنة لأنه أشعة الشمس دافئة بنعرف الشمس إنها لها قدرة على التطهير وقتل الجراثيم لأنه أشعة الشمس لها هذه القدرة فضي الشمس ما نقدرش نفتلها عن أشعتها والأشعة بتكشف لنا عن مجد الشمس أقدر أخذ من هذا التطوير معنى لكلمة يعني إيه بهاء مجد الله المسيح هو بهاء مجد الله فهو الذي كشف لنا عن الله في مجده هو إنجاز التعبير هو كأشعة في الشمس وده مثل قاثر لألا حد يفكر لأنه الرب نفسه بيقول بمن تشبهونني فأثوي لكن دي محاولة لتوضيح المعنى فكل مجد الله من بر وقداثة من محبة وحنو من قدرة وعظمة بانت في شخط المسيح صورة الله الغير منظور كلوس 1-15 في آية اللي هي طبعا مؤخرا عملت ثورة في حياتي أنا شخصيا مع أنه قاري الكتاب المقدس عدة مرات اللي في إنجيل يحنى إصحاح 5 والآية 37 وهذه الآية فعلا عملت ثورة وأنا عم بدرس أكتر هذه الآية والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي هنا المسيح بيتكلم لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته يعني فإذن المسيح بهاء مجد الله يعني أي شيء عاوزين نعرفه عن الله ندرك الله كيف كان بيتكلم كل من خلال المسيح الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر آمين آمين بعد إذنك ممكن نخد مكالمه وبعدين نكمل حديثنا أهلا وسهلا معنا الأخت نهال أهلا وسهلا أخت نهال تفضل السلام ونعمة يا حضرة الأسيس نزار برحب بحضرتك وبالدكتور أسامة اللي وفى وكفى بشرح رائع وبسيط الرب يبرككم بس عايزة أسأل بخصوص الحتة الشائكة اللي حضرتك أثرتها قلت إن الأنبياء ليسوا معصومين من الخطأ لكن الكتاب المقدس نفسه معصوم من الخطأ ليه؟ لأن كتبه أناس الله القدسون مسوقين بالروح القدس طيب عايزين ندخل في حتة أعمق وهي الترجمات المتعددة أو المتاحة لنا هل هي أيضا معصومة من الأخطاء؟ لأن اللي ترجموها ووصلوها لنا أشخاص عاديين فما رأي حضرتك نرد بإيه على أخوتنا المسلمين اللي بيتهمونا إنه كتابنا محرف وإن النسخة الأصلية مش هي اللي في إيدينا والسؤال الثاني والأخير بنسمع من أحد التواقف أن هناك أصفار محذوفة فسؤالي لحضرتك من شقين أولا هل هذا يعني أن الكتاب اللي بإذنى ليس كاملا؟ وثانيا من الذي قرر هذه الأصفار تظل وهذه الأصفار تحذب؟ أرجو التوضيح والربي بيكم أخت نهال بالنسبة للسؤال الثاني رح نخصص حلقة كاملة عن موضوع الأصفار المحذوفة أو كما تسمى بهذا المسموة ولكن السؤال الأول طبعا يعني إذا ممكن ترد عليه إنه الأنبياء هم في حياتهم في عيشتهم غير معظومين لكن لما كتبوا هذا الكتاب مصوقين من الرحيم القدس أعطي لنا كتاب معظوم من الخطأ في لغته الأصلية العبرية بالنسبة للعهد القديم اليونانية بالنسبة للعهد الجديد الترجمة سوري يعني بس إنه أحباءنا المسلمين عالة يعني إحنا بالمسيحية في عنا شيء اسمه حرية نعم فبتلاقي في ناس بتكتب وفي ناس بتنتقد أو يعني هذا الكتاب لأنه إله مطلق الحرية وهذا بس أحيانا بسبب إشكالات لإلنا لأنه فيه ترجمات كتيري حتى في اللغة نفسها اللغة العربية فيه أكتر من ترجمة اللغة الإنجليزية فيها الترجمات نعم وإلى اليوم ما زال فيه اكتشافات للأصفار القديمة وكل مرة يعني عاوز أأكد أنه كل مرة بيكتشفوا واحد من أهم الاكتشافات مخطوطات قمران نعم ولسيما مخطوطة إشعياء كل ما بيكتشفوا بتأكد طبعا الوحي أنه بالزبط ونفس الكلمات من فبوت في الترجمات يعني ممكن يكون شخص أخطأ سهوا نعم نعم نحن بنعترف أنه الترجمات عمل بشري أيوا لكن مش عمل بشري يعطيه لأي حد ييجي على مذاقه أنه يترجم يترجم هو عمل بشري لكن هذا العمل تم بإرشاد الروح القدس ومعونته مش بوحي الروح القدس لكن بإرشاد الروح القدس ومعونته من الناس أنفقوا عمرهم وحياتهم في فهم النص الأصلي علشان يترجموه لنا ويوضحو لنا ويوضحو لنا وإحنا عندنا كم من المخطوطات زي ما حضرتك أشرت باللغات الأصلية العبرية للقديم واليونانية للجديد وهذه المخطوطات بتؤكد أنه اللي بين إذينا هو أقوال الله هذه الترجمة من الممكن أنه يكون فيه كلمة محتاجين أننا نستوضحها من العارفين باللغات القديمة العبرية واليونانية فنعم إحنا بنعترف بأنه من الممكن أنه يكون فيه في عملية النسخة أو في عملية الترجمة بعض الأخطاء البشرية لكن مع زيادة البحث والفحط لكلمة الله عايزة أقول أننا بنص المعنى الأقرب اللي لا يشوبه شك أبدا فيما بين إيدينا لو أنا قارئ للعربية فهذه واحدة من الترجمات المحترمة الموثوق فيها ولسيما أن الاكتشافات ما زالت عم بيكتشفوا بيكتشفوا ولما بيكتشفوا ما بيلاقوش التناقضات لكن بيلقوا ما يؤكد المخطوطات اللي تبق اكتشفها قبل كده أما الموضوع التاني يا أخت نهال أنا مش باتهرب لأن هذا موضوع كتير كتير مهم وعلى فكرة مش بس أنت يعني كتير ناس سألت عن هذا الموضوع وهذا أنا بفضل أنه نخصص له حلقة عشان نكون منصفين في هذا الموضوع بس عندي نقطة كمان تخص الكتاب اللي بين إيدينا فضل أنه فور كتابة أي جزء من كلمة الله جموع المؤمنين بيقبلوه قبول فوري مش بينتظروا عقد مجمع علشان يقروا هو السفر ده نقبله ولا ما نقبلوش على سبيل المثال بولث بيقول الكتاب يقول لا تكون ثورا دارثا وجب لي من تثنية والفعل مستحق أجراته وجب لي من لؤة فمجرد ما لؤة كتب الإنجيل ومع أن لؤة واحد من ثمن ثلاميث بولث إنجاز لي التعبير لكن بولث انحنى اتضاعا أمام الكتاب يقول ولؤة كتب بوتروث يقول في رسالته الثانية عن الرسائل اللي كتبها بولث اللي فيها أشياء عثرة الفهم دانيال يستشهد بأقوال أرمية والفاصل الزمني اللي بين أرمية ودانيال ثنوات قليلة وبالتالي فور كتابة جذء من الوحي كان جموع المؤمنين بيقبلوا هذا الجذء باعتبروا يعني آه والشيء الثاني كمان مهم للي بيسمعونا أنه دايما الاتهام طيب ما هو اتجمع الكتاب المقدس وضل حديث مجمع نقية في 325 لا 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 كان الآباء وكل من الرسل يعني مثلا بولوس كان عنده تلاميذ يحن الرسول كان عنده تلاميذ اللي منهم بوليكارب وآخرون وإلى آخره حد قال لو ضاع هذا الكتاب تقدر تترجعه كاملا يمكن مع هذا 11 آية من أقوال الأباء من الاستشهدات فإذا كانوا بيتكلموا بالكلم وكان معروف يعني كان معروف ومقبول وهذا مهم جدا طبعا أنه مش فترة زمنية يقرر لا كان مقرر طيب إحنا الوقت عم بيسرعنا فحكينا عن بهاء مجد الله ورسم جوهر رسم جوهر وهو الله المتجثد المقصود برسم جوهر هو اللي حضرتك أشارتي إليه أن المسيح هو ثورة الله غير المنظور الله محدش يشوفه لكن شفنا الله في المسيح ففي لبث لما بيقول لشخص الرب قرنا الآب وكفانا قال له الذي رأاني فقد رأى الآب دمعنا كلمة رسم جوهر طبعا في الإنجليز يعني هو التعبير التام والكامل عن الله يعني اللي عاوز يشوف الله ينظر إلى يسوع المسيح نعم هذا بكل بساطة حامل كل الأشياء ممكن حكيت شوي عنها حامل كل الأشياء بكلمة قدرته لأنه البعض بيظن فالله أنه كصانع الساعة بمعنى أنه الساعة اللي في إيدي دي بتلف الساعة اللي عملها أو المطنع اللي أنتجها عملها بتلف بس مش بيلففها هو عملها بتلف وسبها بتلف فالبعض بيظن فالله أنه عمل هذا الكون وعمل الكون بيلف فالأرض بتلف حوالين الشمس والأمر بيلف حوالين الأرض والمجموعة الشمسية كلها وهكذا عمل الكون بيلف وثبوا بيلف الكتاب بيقول لنا لا هو مش بس عمل الكون حامل لكن هو حامل لكل الأشياء بكلمة قدرته هي بالضبط فيه رسالة كلوثي الذي فيه يقوم الكل هي بالضبط فيه أشعية أربعين مش بس من خلق هذه لكن لكونه عظيم القدرة لا يفقد أحد فهو بيدير هذا الكون طرًا يعني أنا اللي فهمه أنه كل هاي الكواكب العظيمة منشوفها كلها ممسوكة بالكلمة نعم شوية فيك إيده كل كل حاجة انتهت لكن هو الحامل لكل الأشياء بكلمة قدرته ولكن كان الحامل للفلك فلا يحملني ولا يهتم بي في في سفر الرؤية صحاح أربعة آية إحداعش أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجدة والكرامة والقدرة نعم لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت وهي بإرادة وكائنة يعني بتشوف من أول السفر لآخر سفر كله بيتكلم عن المسيح وده اللي بيؤكد كمان لنا مرة تانية عظمت هذا الكتاب إن اللي بيقوله يوحن هو اللي بيقوله بولد هو اللي بيقوله كاتب العبرانيين وهنا بيقودنا للنقطة يمكن نمرة ستة مش بتذكر ولكن هي يعني اللي هي يعني جوهر كل الموضوع يعني ليه أجا يسوع المسيح في ملء الزمان مش عشان يكون سوبرستار يصنع معجزات ويعلم أو يطير بالهوى إلى آخر لا كل الغرض هو أن يصنع هذا الفداء من فضلك حدثنا لأنه في غاية الأهمية هو أتى إلى العالم ليخلط العالم ما جايش علشان يقدم التعليم التمية مع أنه أثمة تعليم هي اللي قدمها شخصة الرب صنع بنفسه صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا وحلوة كلمة صنع لأنها بتيجي في اللغة اليونانية وإحنا اتفقنا أنه إحنا بنرجع للمخطوطات بلغتها الأصلية جاية في ثيغة المبني للمتوسط بمعنى أنه صنع بنفسه لنفسه لإشباع قلبه يعني ما كانش مرغم ولا مكره ولا مجبر أنه يصنع تطهير للخطايا لكن صنع بنفسه تطهيرا لخطايا أنا هو كان مين غيره ينفع يصنع هذا العمل الخطايا كانت موجهة ضد الله مباشرة وكل المؤمنين حتى قبل ما جاء المثيح فاهمين هذه الفكرة فيوثف يقول كيف أصنع هذا الشر العظيم مش وأخت إلا فتي فر ولا أخت إلا يعقوب أبي وإبراهيم جدي لكن كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخت إلا الله داول لما غلط ما قالش في حق أري الحث وفي حق بث شبع أنا أخطأ لكن أقول لله إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت فإن كانت الخطيئة مرتكبة في حق الله هل تظن أنها خطيئة محدودة هي خطيئة غير محدودة ضد إله غير محدود ضد إله غير محدود وعلشان كده عايزين عمل وطنيع وتطهير من شخص غير محدود هو ابن الله الوحيد اللي تمع تطهير الخطأ هرح يكون غير محدود طبعا لأنه أنا لما بأخت في حق شخص ند لي ممكن كلمة أنا آسف تكفي لكن لو أخطأت في حق رئيس الجمهورية لا دي فيها قضية رهيبة فكان وكان بقى لو أخطأت في حق الله دي عقوبة غير محدودة ودينونة غير محدودة والسؤال دايما المتكرر من أحبائنا المسلمين أنه طب يعني الله ما عنده طريقة تانية وهو الله قادر على كل شيء كن فيكون ليه ليه ما يغفر يعني بهذه الطريقة لازم أنه يرسل ابنه يسوع المسيح حتى يموت هذه الموت الشنيعة حتى يكفر عن الخطيم ألا توجد طريقة أخرى الله لو ما فيش انتجام وتوافق مع اثفاته ما يبقاش الله وضح هاي الفكرة بمعنى لو غفر الخطايا فقط لأنه رحيم طب أين العدل ولو هو محب فأين البر والقذاثة فلابد للعدل أن يتخذ مجراء هل الله ينحي عدله جانبا ويقول للإنسان مغفورة لك خطيك ادخل إلى جنتي لا يمكن أن الله ينحي عدله جانبا طب هل ينحي محبته جانبا ويقول للإنسان أنت أخطأت وخطيتك غير محدودة لأنها ضدي أنا وأنا غير محدود اذهب إلى النار الأبدية أين محبته طب كيف نرى تلاقي الرحمة مع الحق في صليب المسيح الرحمة والحق التقيا البر والسلام ثلاثم فهي دي الطريقة عايز أقول لك على حاجة كمان المحاكمة الأرضية وهي عدالة منقوصة بترفض فكرة أنك تعمل حاجة حلوة علشان تدفع ثمن جريمتك ثمن جريمتك تدفعه عقوبة فلو واحد مثلا متهور في قيادته للعربية تحت تأثير مخدرات أتى الواحد مهما قال لهم هدف عدية طب أنا هاربي عياله طب أنا هعلمهم أحسن تعليم طب أنا هابني ملجأ طب أنا هعمل ما ينفعش تعمل حاجة لازم تاخد العقوبة فالمحاكمة الأرضية مش بتقبل فكرة أنه الرحمة تلاشي العدل فهل الله كلي القضاة ينفع يعمل كذا طبعا يعني خليني أخدها كمان بشكل تاني أنه لو حد قتل شخص وفردا عائلة هذا الشخص قالت أوكي خلاص إحنا نسمحين إحنا نسمحين نسمحين بس برضو الحكومة الحكومة رح تقول أوكي أنت سمحت بس في في قوانين نعم أنت كسرت قانون الحكومة تجاوبت السرعة المقررة قدت على سيارتك تحت تأثير مخدرات كل ده له عقوبة حتى لو أهل المصاب سمحوا طيب وأخيرا جلس في يمين العظمة نعم هو عمل عمل كامل والدليل على قبول الله لهذا العمل قيامة المسيح وقيامة المسيح هي حجر الأساث في إيماننا المسيحي وعلشان كذا عندنا في أصحاح القيامة في أصحاح كامل في كلمة الله بس بيوضح هذه الفكرة هو كرونسوس الأولى خمسة عشر وبيقول لنا لو لم يكن المسيح قد قام باطل إيمانكم أنتم بعد في خطاياكم لأنه المسيح مات على الطليب موتا نيابيا كفاريا ومن أدراني أن الله قبل هذا العمل أقام المسيح من بين الأموات وهنا بيكلمني عن أنه هذا الشخص العظيم بعدما ثنع بنفسه تطهيرا لخطايانا ومات كالنائب وكالبديل الرب وضع عليه إثم جميعنا ولأن أجرة الخطية هي موت مات المسيح عوضا عننا وبديلنا والله يعلن لنا قبول هذا العمل لا بقيامة المسيح فقط لكن بجلوثه في عرش الله هو بيقول شخص الرب في ثفر الرؤية أنه أنا غلبت وجلثت مع أبي في عرشه والمسيح الآن جلث في يمين العظمة في الأعالي ثائرا أعظم من الملائكة باعتبار لهوتو هو أعظم من الملائكة من الأذل وإلى الأبد لكن باعتبار نثوتو وضع قليلا عن الملائكة الآن باعتبار نثوتو هو أعظم من الملائك باعتبار نثوتو بجدارة يعني لأنه أكمل عمل الفداء نعم وعشان كده يقول ثائرا أعظم من الملائكة لكن هو من الأذل إلى الأبد باعتبارات لهوتو أعظم من الملائكة دي مش حاجة جديدة لكن هو الآن انتين في المجد لأجلنا أعظم من الملائك أخ أسامة طبعا معنا دقيقتين إذا ممكن يعني بعد كل هذا الشرح الله تكلم من خلال الأنبياء كلمنا في هذه الأيام الأخيرة الرسالة اللي عاوز توصلها لأحباءنا المشاهدين الرسالة اللي عايزة أوصلها هي اللي جثت على طول في عبرانيين اتنين لما بيقول فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره صنع بنفسه تطيرا لخطينا صنع لنا هذا الخلاص كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا فرسالتي لكل اللي بيسمعونا خلاص عظيم مقدم لك لكن لو أهملت هذا الخلاص دينونة عظيمة بكل أسف منتظرك لأن أجرة الخطيئة هي موت أما هيبت الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا مش عارف كيف أشكرك شكرا لك سامة ربنا يباركك تعال دايما زورنا رب يباركك شكرا جزيلا إخوتي وأخواتي يعني تلخيص الرسالة إلى العبرانيين هو أيضا موجود في فليب إصحاح 2 عندما قال رسول بولوس فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليم بكمل لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب عندما أفكر بما فعل يسوع من أجلك ومن أجلي أحتاج الأبدية أن فعلا أن أتأمل في هذا الموضوع وكل هذا أحبائي بسبب محبة المسيح أحبنا حتى المنتهى لهذا السبب جاء وافتدانا من لعنة النموس افتدانا لنفسه افتدانا من الخطيه حتى نكون شعب مختار ونكون شعب يسوع المسيح والامتياز أنه أعطانا غفران وخلاص وحياة أبدية فتعال إلى يسوع المسيح اقبله مخلصا ربي بارك اشتركوا في القناة